تقاوم منذ أربع سنوات واليوم تعلن نفاد مخزون الصمود الذاتي إنها ذي ناعم في محافظة البيضاء في ظل غياب الدعم لا يمكن لأحد أن يصمد إلى الأبد وهذا ما حصل في ذي ناعم كسر هؤلاء الرجال بمجهودات منذ ذاتية والقبالية شوكة الحوثيين منذ الانقلاب استطاعوا منع الحوثيين وقد اصبحوا جيشا بعتاد دولة من التقدم باتجاه المناطق الجنوبية لكنهم قبلوا بالتجاهل والخذلان الطويل من قبل الشرعية والتحالف الأمر ذاته حدث قبل أيام في منطقة العود بين محافظة طيئب والضالع حيث سيطرت ميليشي الحوثي على سلسلة جبال استراتيجية بعد مقاومة لسنوات خاضها أبناء المنطقة إذن الحوثيون على أبواب الجنوب مجددا فيما جيش الحكومة الشرعية غائب عن المشهد الميداني الأمر الذي يضع علامات الاستفهام لماذا تفرط الشرعية بمناطقها المحررة وتخسر حواضر دافعت عن الدولة ورمزيتها لسنوات وبجهود معظمها ذاتية سرعة سقوط هذه المناطق بيد ميليشي الحوثي في أكثر من محافظة خلال أيام قليلة يبدو أمرا مثيرا للتساؤل أين هي قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان وما هي المهام التي تقوم بها الألوية التي يفترض أنها في تلك المناطق منذ اتفاق السويد الذي يسوقه المجتمع الدولي والإقليمي على أنه الحل السياسي الوحيد للأزمة اليمنية أقدم الحوثيون على اشتياح مناطق حجور والعود وذيناعم وقاموا بارتكاب أبشع الجرائم بحق معارضهم وحق المدنيين في تلك المناطق في مشاريع تتفرج عن المشهد أو تصعد بتصريحات قوية إذا لزم الأمر فما الذي بإمكان اتفاق السويد تجنبه إذا كان الحوثيون تتوقف مدافعهم في جميع الجبهات في ظل الاتفاق ومع كل انتكاسة على الأرض يقف الرئيس ونائبه وقيادة الجيش والتحالف موقف المساءلة أمام اليمنيين ويوما ما سيكون المقام مقام المساءلة والمحاسبة معا إذا أراد الشعب والتاريخ ترجمة نانسي قنقر